أول أسئلة هذه الحلقة من مرسلة من أندونيسيا تقول أكثر الناس عندنا يعملون في المزالة وهي تنتج لهم كميات كبيرة ثم يأتي مسؤولون يأخذون الزكاة فهل تجزئ هذه الزكاة التي دفعناها لهم أم لا بد أن ندفع الزكاة للفقراء والمساكين القريبين منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن إخراج الزكاة ركم من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في الأموال التي أوجبها الله فيها ومنها الزروع والثمار وإذا عمد ولي الأمر جباتا للزكاة يمرون على الناس ويأخذون زكاة أموالهم ويجبونها لأجل أن يوزعها ولي الأمر على مصارفها فدفعها إليه يكفي ويجزي والحمد لله وهذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يبعث العمال لجباية الزكاة وتوزيعها على مستحقها وإذا لم يرسل ولي الأمر جباتا للزكاة فإن المسلم يخرجها ويوزعها على المستحقين ممن حوله في بلده وأقاربه المحتاجين